السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقول لكم على السعرات والكاربوهايدرات من خلال الفيديو انا عملت بكباية حمص الخمس ترغيفة الكبار دول ما شاء الله شايفين العيش قد ايه جميل وهناكل منه ومش هعمل لنا اي مشاكل وكمان هيساعدنا ان احنا نخس لو ممنوعين من العيش علشان بنعمل دايت فالعيش ده مناسب جدا للدايت نقدر نغمس بيه بقى اي حاجة فول بيد جبنة بمية مسقعة يعني مش هنحرم نفسنا بقى من العيش هنعمله بالحمص بس اول حاجة هتجيبي كوبية من الحمص تنقعيها انا نقعتها حوالي 4 ساعات بس بعد ما نقعتها يعني تنقعيها في مياه دافية بعد ما تنقعيها بتنشريها كده من المياه وتحطيها في الخلاط لو هتعملي كوبية من الحمص هيطلع لك خمس ترغيفة هنحط عليهم كوبية مياه يعني الكوبية هتاخد كوبية لو هتعملي نص نص كوبية هتاخد برضو نص كوبية مياه هنحط بقى كوبية المياه بعد ما نشلنا الحمص كده وغسلناه هنحط عليه الكوبية وهنحط كمان معلقتين كبار من الخل الخل العادي هنحط كمان معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج سودا او كربوناتو السوديوم او الكربوناتو اللي احنا بنعمل بيها للقصوص في رمضان دي هنستخدمها زي ما انتو شايفين انا اول محطيت الكربوناتو مع الخل لاحزنا فوران هنحط الملح كمان هنلاحز فوران طبعا ده بينجحلي جدا العيش وبيخليه لونه ابيض زي ما انتو شايفين كده تحسوا انه هو عامل زي العيش الشامي دلوقتي هنضربه على طول بقى في الخلاط لحد ما القوام ينعم يعني هتضربه حوالي ديئتين كده او تلت دقايق شوفوا بقى مفيش اسهل من الخبز ده ولا اطعم منه انا عملت انواع خبز كتير على القناة طبعا الكنوة حلو جدا والشعير والاكرب الشعير كان جميل وتحفة والشوفان بس يعيشوا الحمص مختلف تماما وفي الطعم اجمل بكتير من كل دول احنا بننقع الحمص لازم ليه علشان طبعا البكوليات دي لما بتتنقع بيكون فيها مادة كده بتسبب انتفاخات في القولون احنا بنتخلص منها في النقع وبنرمي مية النقع ده بقى قوام الخليط بعد ما اتضرب في الخلاط وفي طاصة تفال هنبتدي بقى ان اخد يعني بصوا انتوا عوزين تصغروا رغيف عن كده صغروا وهو رغيف ده كان كبير ما شاء الله والكمية دي اللي هي كوباية الحمص طلعتلي خمسة رغيفة كبار الرغيف اللي هو الكبير ده عامللي اه حوالي اه تلاتة وخمسين اه وتمانية من عشر اصعر حراري رغيفة الواحد وهو كبير يعني ممكن ما نقدرش نخلصه كله يعني ممكن تكلي نصه بس في الفطار هتشبعي لانه طبعا صحي ومغزي جدا مفوش دقيق اه ده بالنسبة للصعرات الرغيفة الواحد تلاتة وخمسين وتمانية من عشر اصعر حراري بالنسبة بقى للكرب بيحتوي على تسع جرام بس كرب وطبعا الدهون اللي في الحمص دهون صحية وفيه مليان بروتينات والياف يعني هو الحمص من الحاجات المغزية والمفيدة جدا وكلنا عارفين هنحطه بقى على النار ومشانيجي ناحيته خالص احنا هنسيب النار عالية وكل حاجة مش هنوطي على النار احنا هنسيب النار عالية ومش هنيجي ناحيته خالص ما تستعجليش انك تقلبيه هتقلبيه امتى بقى هتحاول تسلكي زي ما هوريكي كده بصوا انا مديه لوقته خالص علشان تشوفه ان هو بياخد وقته والنار عالية هبتدي بقى احاول كده بالمعلقة ان اما يتنفخ شوية زي ما انتو شايفين كده هحاول كده اسلك بالمعلقة من الجنية بواحدة واحدة اول ما تلاقيه فصل من التسط تروحي مديران ناحية تانية على طول علشان ما يتلسعش لان انا مش هعمله على نار واطية انا هسويه على نار عالي او بصوا بقى جيت من الجنيب شايفين انا اديته وقته خالص وهروح مديران هو مش بياخد وقت نهائي يعني الخمس ترغيفها دول عملتهم فما فيش ربع ساعة بصوا جميل ازاي الناحية التانية بقى ما بتاخدش وقت زي اول ناحية ناحية التانية بتستوي على طول بس اهم حاجة مستعجليش عليها لما تيجي الضيارية علشان الرجيف ما يتبهدلش منك واهم حاجة تكون النار عليها انا بقى لا حطيت زيت في الخليط ولا حطيت زيت في الطاصة هو شايفين لوحده اهو ما شاء الله لان هو يعني الحموس اصلا فيه دهون صحية فاحنا مش هنحطله دهون تاني طعمه لازيس جدا جدا ممكن تكلوه كده من غير اي حموس طعمه جميل بصراحة ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ولو عاوزين اي حاجة تانية يعني الحموس كان فيه حبيبي طلبينه وانا عملته لهم ولو عاوزين اي حاجة تانية اقولوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم ده الرريف التاني وهي الطاصة سخنة عادي ما بيحصلش حاجة حطوا الخليط وهي الطاصة سخنة مش لازم تبردوها وتفردوه كده بالمعلقة واحدة واحدة هو معاكم علشان اه يعني الوصفة ما تبصش منك يعني تركزوا في الفيديو كده بالتفصيل وان شاء الله ينجح معاكم انا هسوي معاكم رغيفين بس اه وهوريكو هو طلع الكمية طلعت كام رغيف وهوريكو الرغيفة كلها اللي طلعت نفس الحكاية مش هاجي نحيطه هنا غير لما نلاقيه اه تنفخ كده نبتدي نسلك بالراحة خالص من الجنيه زي ما احنا شايفين خلاص بقى اتأكدنا انه هو فصل كده نروح ايه مضيارينه عن ناحية التانية على طول شايفين لونه جميل ازاي طبعا انا يعني سبت كده عشان تشوفوا الوقت اللي هو الناحية التانية بتستوي فيه وهوريكو دلوقتي شكله من الناحية التانية برضو عامل ازاي كل ده على فكرة انا مش مواطية النار النار عاليا خلي بالنو شايفين يبقى احنا كده عاملنا خمس رغيفة اهو هوريكو بقى التلاتة التانيين نفس الشكل برضو ده تالت رغيف حقيقي ممكن تاكلوا رغيف واحد بس ويشبعكو جدا يعني الرغيف كله مش تقدار يتخلصي الرغيف كله تسعة جرام كارب تلاتة وخمسين وثمانية من عشرة صعر دول الخمس رغيفة شايفين شكله جميل ازاي شبه العيش الشامي بالزبط بس ده بقى هنأكل منه لا هيسبب امساك ولا انتفاخات ولا هيتعب خالص يعني ينفعل الضيت والمرضى السكر وحساسية الجلوتين كباية الواحدة طلعت خمس رغيفة عيش الفهنة وشفة على اللي يعملوا ويجربوا وقلودي رأيكو في الكومنتات ياريت انا بفرح جدا بكلامكو وتعليقاتكو الجميلة تشجعني ان انا اقدم فيديوهات اكتر لو عاوزين تتابعوني على صفحة الفيسبوك بتاعت الوصفات اسمها مطبخ ايمان عاطف وصفحة الاردرات وجروب الاردرات ايمي كيك اللي عايز يتواصل معايا على الخاص عن طريق الفيسبوك الجروب او البيتش ده كان فيديو النهاردة اتمنى يعجبكو وتستفيدوا منه واحطلكو المقادير والمكونات في اخر الفيديو هتزهر قدامك دلوقتي طري جدا ينفع كربة على فكرة كمان اهو يعني بصوا بيتاني وينفع يتعمل منه صندوشات زي العيش الساك كده لو اه اه حطينا خليط اقل ورفعناه عن كده يعني تقدروا تتحكموا في الصمك جميل جدا جدا اتمنى اتجربوه ان شاء الله هتتبستوا من طعمه قوي قوي يعني والطريقة دي مضمونة وهتنجح معاكم ان شاء الله شايفين تحسوا كأنه يعني فطير ما شاء الله جميل جدا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة